واصلت قوات الجيش المصري بمعاونة الشرطة حملتها الامنية المكثفة على قرى رفح والشيخ زويد بشمال شبه جزيرة سيناء كما اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة عن توقيف اربعة ارهابيين من المتورطين في قتل ضباط الجيش والشرطة بالعريش والاسماعيلية وسط استنفار امني شديد على جميع الطرق الرئيسية وعلى نقاط التفتيش في مدن العريش ورفح والشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء كثف الجيش المصري من عملياته العسكرية اثر تصاعد الهجمات على قوات الامن والجيش وتشير تقارير دولية الى انه يصعب التحقق من صحة البيانات عن الخسائر البشرية لان المناطق المستهدفة من الجيش والامن محظورة على العامة ولا يسمح للصحفيين بدخولها وترد الانباء منها عبر مصادر عسكرية او شهود عيان وفي سياق المتصل اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد احمد محمد علي توقيف اربعة ارهابيين تورطوا في قتل ضباط الجيش والشرطة بالعريش والاسماعيلية وكانت اخير الحوادث التي استهدفت عسكريين وقعت امس عندما قتل مسلحون مجهولون ضابطا ومساعد ضابط بالجيش واصاب اثنين اخرين بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة وقالت مصادر امنية وطبية ان المسلحين كانوا يستقلون درجتين ناريتين عندما اطلقوا النار على سيارة تابعة للجيش كانت تقف بمدخل مدينة الصالحية احدى مدن محافظة الشرقية ما اسفر عن مقتل ضابط ومساعده واصابة مجند وضابط برتبة نقيب في المقابل قتل شخص اثرة عروض مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي ورافضة للانقلاب لاطلاق نار من قبل مجهولين بمحافظة بورسعيد بينما تواصلت المظاهرات الليلية الرافضة لعزل الرئيس محمد مرسي في هذه الاثناء اعتقلت قوات الشرطة المتحدثة باسم جماعة الاخوان المسلمين جهاد الحداد وثلاثة من قياد الجماعة وهو من تقدته واشنطن في حين قضت محكمة بمنع قيادات الجماعة وقادة في تيارات اسلامية من التصرف في اموالهم سياسيا استقبل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت نخبة من الاعلاميين بقصر الاتحادية بمصر الجديدة واعلن السفير اهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء هدف الى التواصل مع قادة الرأي العام والاستماعي لوجهات نظرهم فيما يخص الشأن الداخلي واطلاعهم على المستجدات الحالية وخطوات استكمال خريطة الطريق مشيرا الى ان هذا اللقاء جاء في اطار التواصل مع قطاعات مختلفة من المجتمع مؤكدا على حرص الرئيس على ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء وتوافق وقد حضر اللقاء 21 شخصية اعلامية منهم اربعة من التلفزيون المصري